اهلا بكم سنة تالتة اعدادي النهاردة هنراجع مع بعض مناطق الزراعة والرعي على خريطة العالم اولا الناس عندها كده ايه نوع من الخوف في الزراعة مناطق الزراعي منتهى البساطة يا شباب ركزوا معي هنا ده اسمه مفتاح الخريطة طيب تعالوا نشوف اول حاجة اللون ده بيضل على الزراعة التجارية اتفقنا مع بعض الزراعة التجارية دي زراعة بتعتمد على الخبرات والتكنولوجيا فاكتر قررتين فيهم تكنولوجيا عندنا مين قررت اوروبا والحتة دي كلها اللي معاها وعندنا قررت مين وامريكا الشمالية طب هنا في الولايات المتحدة الامريكية بص احنا لو مشينا كده بالايه بالعرض اتلاقي كده ايه ايه اي حاجة جاي بالعرض معاها ده كده الرعي ايه الزراعة التجارية صوري الزراعة التجارية يبقى الزراعة التجارية موجود في الولايات المتحدة الامريكية ودى مقرر علينا اللي سنة والنحية العزية unpンネルهية اسمها غرب اوروبا والموادي كاربة جدا وهناك زراعة تجارية اتزالته عند جنوب افريقيا تجربنا غير جدا ب Bayern زراعة التجارية لنstick زراعوس وهناك البنزة بقدرنا تجربنا بعد كده عندنا الزراعة التجارية موجود في أفريقيا عند جنوب أفريقيا من تحت جنوب شرية أفريقيا من تحت خلصت خلصت طيب الزراعة تانية اسمها الزراعة البسيطة الزراعة البسيطة يا شباب هنا أنا بركز فيه عندنا الثلاث مناطق أول حاجة يا شباب هنا اسمها عندنا أمريكا الشمالية من فوق دي اسمها الزراعة البسيطة دي اسمها الزراعة البسيطة زراعة البسيطة طيب دواخل ودواخل دواخل أمريكا الجنوبية ودواخل أفريقيا دواخل أمريكا الجنوبية ودواخل أفريقيا دي اسمها زراعة بسيطة دواخل أمريكا الجنوبية ودواخل أفريقيا وشمال أمريكا الشمالية آخر نوع من أنواع الزراعة زراعة الكسيفة ودي يعني بتيجي نادرا شوي طيب بنعلمها ازاي؟ بنعلمها بخوارج خوارج أمريكا الشمالية خوارج أمريكا الشمالية يبقى خوارج أمريكا الشمالية دي زراعة كسيفة وخوارج أوروبا خوارج أوروبا معادة جزء جنوب الشارع أفريقيا ولا إيه خوارج أفريقيا معادة جزء الجنوب الشارع يبقى عندنا مين عندنا زراعة كسيفة خوارج أفريقيا خوارج أفريقيا كلها زراعة كسيفة خد بالك اللي مصر هنا فبالتالي ممكن لك مصر زراعة فيها زراعة إيه نقوله زراعة كسيفة خد بالك اللي هنا ليبيا خد بالك لبنان يبقى دول ليبيا وتونس يبقى كده عندنا دول شمال افريقيا كلها الزراعة فيهم زراعة كسيفة حلو جدا واسفل جنوب استراليا من تحت الزراعة كسيفة يبقى تاني الزراعة عندنا البدائية عندنا موجودة في شمال امريكا الشمالية وموجودة في دواخل امريكا الجنوبية ودواخل ايه قارة افريقيا طيب الخوارج بتاعتها عندنا الخوارج بتاعتها الخوارج بتاعت امريكا الجنوبية دي زراعة كسيفة والخوارج بتاع أفريقيا كلها زراعة كثيفة معدى الجنوب الشرقي وبعد كده الزراعة الكثيفة تانية هنا موجودة في جنوب أستراليا امشوا على اللي أنا قلته بس وملكمش دعوة طبعا الناس ممكن تقول لي يا مستر طب ما هنا في زراعة عندنا التجارية وفي زراعة بسيطة لا امشي على التجارية يعني هنا حتى لو حصل حاجة هنا هتمشي الاتنين يعني طبعا الخريطة أصلا بتيجي للأسف أبيض وسود وتيجي صغيرة جدا فبالتالي لو حصل أي حاجة وحصل فزلكة هتمشي الاتنين بس انتو نصيحة انشوا على الخيوط اللي أنا قلتها بس طيب تعالوا بعد كده نشوف الحاجة اللي بعدها بنتكلم عن الرعي احنا عندنا يا شباب الرعي بداي ورعي تجاري رعي بداي تقليدي ورعي تجاري طب حلو قوي الرعي البداي والرعي التجاري أنا هبدأ بالتجاري عشان تجاري هلاي احنا لو كنا فاكرين الرعي التجاري كان موجود في الولايات المتحدة الأمريكية ودي احنا كاركة عارفين على الخريطة حلو وموجود فين تاني موجود في البرازيل ادي البرازيل هي كل دي البرازيل وموجود في دولة تاني اسمها ايه الارجنتين يبقى البرازيل والارجنتين ومعانا استراليا يبقى البرازيل والارجنتين ومعانا مين استراليا يا شباب وموجود في الحتة دي اللي موجودها يعتبر في اسفل جنوب افريق يعني هنا مدار هنا مدار دائرة الاستواء تحت دائرة الاستواء على طول الحتة دي كلها رعي تجاري رعي تجاري بس كان يبقى تاني موجود فين يا شباب موجود في الحتة دي اول حالة في الولايات المتحدة الامريكية وموجود هنا برضو في البرازيل وموجود في الارجنتين يبقى الولايات المتحدة الامريكية والبرازيل والارجنتين وموجود هنا في عندنا دواخل استراليا دواخل استراليا وموجود هنا برضو يا شباب في الحتة دي عندنا الرعي التجاري بنعلمه اللي هو من بعد ايه من بعد دائرة الاستواء اي حاجة بعد كده هتبقى رعي بدائي طب اي اكتر حاجة تيجي في الرعي البداي ايه? طبعا قارة افريقيا من فوق. طبعا افريقيا للأسف مش متقدمة رعي بداي. شبه الجزيرة العربية وبالية الشام الحتة دي كلها تمارس فيها الرعي البداي. شمال اسيا الرعي البداي. لو كنا فاكين اصلا الرعي البداي موجود ايه? في الصحراء الحرة. الصحراء الحرة اهي. في افريقيا وبالية الشام وشبه الجزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية وبالية الشام. وموجود في الصحراء الباردة. الصحراء الباردة فوق اسمها التنظرة موجودة في اسيا وموجودة في امريكا الشمالية وموجود عندنا في وسط اسيا في الصحاري المعتدلة لكنا فاكرين المعلومات دي قلينا ايه من نميها يبقى تاني منتهى البساطة اكرر المعلومة للمرة الاخيرة الرعي التجاري بيمارس في الولايات المتحدة الامريكية والبرازيل والارجنتين الولايات المتحدة الامريكية والبرازيل والارجنتين بعد كده هنا يا شباب هنا برضو رعي تجاري في دواخل افريقيا من تحت بس بعد خط الاستواء يبقى نصف الجنوب من افريقيا. بعد كده هنا راعي اسمه راعي ايه برضو? هنا الراعي ده يا شباب برضو اسمه الراعي التجاري. الراعي التجاري. طب تأمين لكم برضو القرات عندنا اسيا واستراليا اس واس اس اسيا واستراليا. وفي النص تلت قرات اوروبا افريقيا كتبية جنوبية. اوروبا افريقيا كتبية جنوبية. بعد كده امريكا الشمالية امريكا الجنوبية. يبقى اوروبا افريقيا كتبية جنوبية. بعد كده اس واس اسيا واستراليا. بعد كده امريكا الشمالية امريكا الجنوبية تمام حلو قوي لو جالك هنا بالمرة دولة مصدرة دولة منتجة للسمك هيبقى دولة اندونيسيا دولة منتجة للسمك بتحت لي يا شباب هيبقى دولة اندونيسيا وبكده خلصنا الجزء المقرر علينا في مناطق الزراعة والرعي شكرا ليكم وكان معكم مستر ابراهيم كامل من قناة على السريع ياريت تدعمونا باشتراك في القناة لو سمحتم ليأتيكم كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم سنة تلتة اعدادي النهاردة هنراجع مع بعض مناطق الزراعة والرعي على خريطة العالم اولا الناس عندها كده ايه نوع من الخوف في الزراعة مناطق الزراعي منتهى البساطة يا شباب ركزوا معي هنا ده اسمه مفتاح الخريطة طيب تعالنا نشوف اول حاجة اللون ده بيضل على الزراعة التجارية اتفقنا مع بعض الزراعة التجارية دي زراعة بتعتمد على الخبرات والتكنولوجيا فاكتر قررتين فيهم تكنولوجيا عندنا مين قررت اوروبا والحتة دي كلها اللي معاها وعندنا قررت مين وامريكا الشمالية طب هنا فيه الولايات المتحدة الامريكية بصوا احنا لو مشينا كده بالايه بالعرض اتلاقي كده ايه ايه اي حاجة جاية بالعرض معاها ده كده الرعي ايه الزراعة التجارية صوري الزراعة التجارية يبقى الزراعة التجارية الموجود في الولايات المتحدة الامريكية ودي مقرر علينا السنة دي وبعد كده الناحية التانية دي اسمها غرب اوروبا يبقى قررت اوروبا والموازل غرب اوروبا يبقى دي كلها زراعة تجارية يبقى دي كلها زراعة تجارية بتيجي فين تاني في الجنوب بتيجي في الحتة دي في الجنوب يا شباب عند جنوب افريقيا من تحت خالص زراعة تجارية غير كده مدىش اي حاجة. دي اكتر حاجة بتتكرر. يبقي تاني الزراعة التجارية. عندنا هنا امريكاições العلاوية المتحدة الامريكية. دي اوفا السطر كده منها تمام يبادئ كلها زراعة تجارية. بعد كده عندنا زراعة تجارية ماجود في افريقيا. عندي جنوب افريقيا من تحت. الخلصت. الخلصت. طيب الزراعة تانية اسمها الزراعة البسيطة. الذراعة البسيطة يا شباب. هنا انا بركز في عندنا التلات مناطق اول حاجة يا شباب هنا اسمها عندنا امريكا الشمالية من فوق دي اسمها الزراعة البسيطة دي اسمها الزراعة البسيطة زراعة البسيطة طيب دواخل ودواخل دواخل امريكا الجنوبية ودواخل افريقيا دواخل امريكا الجنوبية ودواخل افريقيا دي اسمها زراعة بسيطة دواخل امريكا الجنوبية